فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله تعالى فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مضنة ذلك أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره فإنه يكون قد اشتبه المحذور بغيره فيترك الجميع كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد سبق أن الشيخ رحمه الله تعرض للدخول على ديار المعذبين أو في ديار المعذبين إلا ممن كان باكيا أن يصيبه مثل ما أصابه وكذلك سبق أنه قال وحتى لو لم يثبت أن هذا مما يعذبون به فإنه يترك من باب سد الوسائل المفضية إلى تشبه بهم فيما يعذبون به وقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية وعليها أدلة سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة منها نعم فعلى كل حال ما عليه الكفار لا خير فيه مما هو خاص بهم أما الأمور المشتركة والمنافع العامة والمصالح العامة فهذه الأخذ بها ليس من التشبه بهم وإنما هو من الأخذ بالشيء النافع الذي أصله للمسلمين لكن المسلمين قصروا في العمل له وطلبه وهؤلاء جدوا وحصلوه فليس هذا من باب التشبه بهم اشتركوا في القناة